أهلاً وسهلاً بكم لدرجة جديدة عن توزيعات إليمنتاري وايس لونة هذا الدرس سنخصصه لأهم ما يجب أن نقوم به بعد التدبيث معنى ذلك أن هذا الدرس سيكون بمثابة الدليل الشامل لاستخدام هذه التوزيع سنحاول أن نجمع بين ما رأينا في الدروس السابقة وبين ما ينقص لاستخدام هذه التوزيع بنسبة أو من أي مستخدم كيفما كان مستوى إذن أول شيء يجب القيام به بعد تدبيث أي توزيع هو التعرف عليه هذا شيء رأينا في أول درس يمكن متابعته على المجمع أو في قناة المجمع على اليوتيوب في الدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو ستجدون فقرات بها روابط للدروس التي سأشير إليها إذن أول درس كما قلت هو التعرف على توزيعات إليمنتاري وايس ستجدونه في الفقرة الأولى بعد التعرف على التوزيع يمكنك المرور لحل المشاكل التي تواجهك أو ستواجهك من أهم المشاكل أو من المشاكل الشائعة التي لاحظت أن البعض عانى منها أو يعاني منها هو مشكل التعريفات بعض العتاد أو قطع العتاد لا تعرف بشكل جيد السبب الأساسي الذي يمكن أن يكون وراء هذا المشكل هو أن النسخة الخاصة بالنواة قديمة لأن توزيعات إليمنتاريس تعتمد على توزيعات أوبونتو المدعومة لمدى طويل 12-4 حاليا ولها نسخة نواة قديمة 3-2 حاليا إذن يمكنك أولا كحل أولي أن تقوم بتحديث نظامك وتحديث النواة بهذا الأمر ستقوم فقط بنسخه ونسخه في الترفية وبعد الانتهاء إعادة تشغيل جهاز إكفا تحدث النواة وتحل أغلب مشاكل التعريفات المشكلة الثانية وليست بمشكلة حقيقة ولكنها خاصية افتقدها البعض وهي خاصية سطح المكتب المفاعل الكثيرون يفضلون أن يكون لهم أيقونات مجلدات على سطح المكتب في توزيعات إليمنتاريس سطح المكتب غير مفاعل لا يمكنك أن تضيف له أي شيء لو قمت بالضغط يمين أو سحب أي شيء إليه فلا يمكنك ذلك لأنه غير مفاعل طريقة التفعيل قدمتها أيضا في درس منفصل فيها خطوتين بسيطتين يمكن القيام بهم بسرعة هذا الدرس ستجدون أيضا رابطه ضمن فقارة الدرس الكتاب المرافق لهذا الفيديو كما تلاحظون هنا يمكن تفعيل سطح المكتب بعد ذلك يمكنك المرور لتخصيص التوزيع من حيث السمات إضافة أيقونات إضافة سمات جديدة تغيير سمات هذا الشريط إضافة عناصر له إضافة برامج خاصة أو بالجماليات برامج خاصة بالجماليات كهذه الأدد فهذه الأشياء كلها تعرضت لها في درس خاص يسمى بتوزيعات إليمتر ويس الدليل الجامعي للجماليات والتخصيص الآن نمر للجزء الجديد الذي لما نتحدث عنها بعد وهو الخاص بالبرامج لتثبيث برامج جديدة خاصة بتوزيعات إليمتر ويس أو تثبيث برامج أعام ما نجدها على أغلب التوزيعات لكن لا تأتي مثبتة افتراضينا لتوزيعات إليمتر ويس إذن سندخل لمركز البرامجيات لأنه متوفر في هذه التوزيعات بما أنها تعتمد على توزيعات أوبونتو فطريقة التعامل مع البرامج مشابهة لتوزيعات أوبونتو من مركز البرامجيات يمكننا البحث عن البرامج المعروفة المشهورة أنا سأستعرض لكم البرامج المهمة التي يمكن أن تثبيثوها سنبدأ بحزمة تسمى أوبونتو ريستراكتود إكسترا هذه الحزمة تشمل الكوديكات الخاصة بالصوت الفيديو جاغا فلاش بالنسبة لي المتصفحات تشمل بعض الخطوط فبالتالي ستوفر عليك وقت إضافة هذه الكوديكات جميعها يدويا بعد ذلك يمكنك المرور لتثبيث البرامج التي تنقص توزيعات المترئيس كالحزمة المكتبية LibreOffice مثلا LibreOffice فستجد بعد البحث ستجد هنا مكونات حزمة LibreOffice أو يمكنك التثبيث LibreOffice كاملا بجميع مكونات برامج أخرى كفيرلس كما رأى أحدنا متصفح فيرفوس كروميوم وبرامج أخرى مشهورة ستجدها أيضا في مركز برمجات أوبونتو بالنسبة لمن يفضل استخدام متصفح جوجل كروم فيمكنه البحث في جوجل عن جوجل كروم تحميل جوجل كروم فستفتح له هذه الصفحة ومن هنا يختار النسخة الخاصة بـ Debian Ubuntu سواء 32 بيت أو 64 بيت على حسب المعمارية التي يدعمها معالجك إذن هذا بالنسبة للبرامج العامة لكن هناك برامج خاصة بتوزيعات ElementorOS رأينا بعضها في الدرس التقديمي للتوزيع حين تعرفنا على التوزيع وهناك برامج أخرى لا تأتي مثبثة افتراضيا مع التوزيع والسبب هو أنها لازلت في مراحلها التطويرية لم تصل مرحلة الاستقرار الذي يمكن أن يجعلها تكون افتراضية مع التوزيع سنبدأ باستعراض هذه البرامج لتثبيتها يجب أن نضيف المخزن الخاص بالمجتمع من تابع درس التخصيص فقط أضاف ذلك المخزن من لم يتابعه فيمكنه إضافته بهذا الأمر وبعد ذلك تحديث النظام لتصبح البرامج متعرف عليها من طرف مركز البرمجيات أو من طرف مدير الحزم بصفة عامة إذا مدى إضافة المخزن يمكنك البحث عن هذه البرامج ستجد أسماءها في الدرس الكتابي أنا سأستعرضها الآن أو تحملها أو تثبثها من الترفية إذن أول أداد سنتعامل ما هي أداد تسمع بإنديكاتور سينابس هذه الأداد تمكن من البحث عن البرامج أو الملفات لا تنسى بحثنا عن فيرفوكس كما تلاحظون تبحث عن البرامج أو الملفات داخل الجهازي تمكنني من البحث داخل قاموس أو في جوجل أو خرائط جوجل الأداد جدا بسيطة ووظيفتها أيضا جدا بسيطة تحكم في إعداداتها ممكن عن طريق إعدادات النظام بعد تثبيت إلمتاري تويكس كما رأينا في درس التخصيص سينظاف بعد إضافة هذه الأداد ستنظاف هذه الإعدادات الخاصة بالأداد فقط تمكنك من تحديد اختصار لفتح الأداد افتراضيا الاختصار هو Windows Alt Space تظهر الأداد ويمكنك البحث بها البرنامج الثاني الذي سنتعامل معه هو برنامج أوديونس قارئ فيديوهات جدا بسيطة كما قلت هذه البرامج مخصصة أو موجهة بالأساس لإلمتاري وتتماشى معها من حيث التصميم والإعدادات تصميم موحد إعدادات جدا بسيطة إذن برنامج أوديونس أو قارئ الفيديوهات أودينس حين نفتح يعطينا اختيارين فتحمل أو استيناف الفيديو الأخير في حال كنا قد شاهدنا فيديو من قبل ولكن سأختار استيناف الفيديو الأخير فيتم استيناف الفيديو الأخير من حيث توقفنا المشاهدته آخر مرة ما به من ميزات شيء بسيط هنا يمكنك إظهار نافذة مساقرة لأي مكان أو لأي موضع في الفيديو من هنا يمكن إضافة فيديو لقائمة التشغيل ومن هذه العقولة يمكن إظهار الشارط الجانبي به قائمة التشغيل حاليا لدي فيديو واحد وفيه بعض الخيارات خاصة بالصوت مثلا هذا الفيديو فيه إمكاني تختيار بين صوتين الإنجزية والياذنية الترجمة أيضا أريد الترجمة أم لا وإدراج الترجمة خارجيا لإخفاء الشارط الجانبي أقوم بضغط على هذا الزر من جديد البرنامج الثاني الثالث هو برنامج فوتو فهو برنامج لاستعراض الصور حين تتحولها أول مرة لا يكون بها أي ألبوم تقوم بالضغط على علامة الزائم زائد تعطي اسم للألبوم وصف إن أردت وكريات ألبوم ليتم إنشاء الألبوم بعد إنشائه على هذا الشكل يمكنك جر صور عليه لتضيف له أو ضغط على يعني تصفح لإضافة ملفات بها صور أو صور منفردة هنا نعود للنافذة الرئيسية حين نضيف صور تكون على هذا الشكل يمكن مشاهدة الصور على الشكل يمكن التنقل بينها بلوحة أو بأسهم لوحة المفاتيح يمين يسار أو من هذه الأسهم هنا انتقال لوضع من الشاشة هنا الرجول على الألبوم هنا بعض الإعدادات الخاصة بالبرنامج تعلقة بالسماء والتاريخ برنامج بسيط حين نفتح صورة لدينا إمكانية جعلها كخلفية وإمكانية الدخول لإعداداتها هنا لدينا إمكانية البحث داخل الألبومات بعد هذا البرنامج ندخل الآن لبرنامج خاص بالإنترنت وبالضبط عميل تويتر يسمى ببردي كما تلاحظون الآن فيه شهر جديد وهذه الميزة فيه هو أنه يدمج مع قائمة الرسائل هنا فإن كان هناك إشارة جديدة تظهر على هذا الشكل إذا مبرنامج بوري حين تفتحه أول مرة سيُعطك إمكانية إضافة حسابك على تويتر هنا معلومات عن الحساب يمكنك هنا استرد الرسائل المرسلة أو المستلمة التفاعلات مع حسابك وهنا التقريضات الخاصة بالأشخاص أو الحسابات التي تتابعهم من هنا يمكنك تحكم في بعض الإعدادات الخاصة بالحساب إذا فتحسب جديد أو حثه ومن هنا يمكنك إضافة تقريضة جديدة مع إمكانية إرفاق الصور برنامج آخر أيضا مرتبط بالأندن هو برنامج فدلر هذا برنامج خاص بالتلقيمات تلقيمات RSS حين تفتحوا لأول مرة لا يكون بها أي اشتراكات من هذه العلامة يمكنك إضافة مجلدات تقوم بإضافة فيها تلقيمات أو اشتراكات خاصة بRSS كترتيب وهنا إضافة اشتراكات كما تلاحظون هنا بعض الإشارات برنامج له ثلاث طرق للعرض على هذا الشكل أو على هذا الشكل أو على هذا الشكل كما تلاحظون وهنا يمكن التحديث اليدوي بعض الإعدادات يمكن تحكم فيها من هنا الدخل إلى الخيار من حيث السماء السلوك والتحديثات وثيرات التحديثات وكيف يتم تحديث الإشعارات وأيضا يتم دمج دمج قائمة الرسائل هنا كما تلاحظون لدي 89 إشعار خير مقرؤ كما تلاحظون هنا البرنامج الموالي هو برنامج خاص بتصفح يوتيوب يسمى بيتيوب يوتيوب حين نفتحه أول مرة يعطينا هذا التحذير أو هذا التنبيه لأنه لغلق البرنامج نستعمل تجميع Alt زائد F أرعى F4 لأن البرنامج يشتغل في وضع ملأ الشاشة فولسكرين فقط إذا نضغط نعم فيفتح لنا البرنامج الآن يمكننا أن نتصفح فئة الفيديوهات على يوتيوب ويمكن استهلال أيضا خاصية البحث أنا أقوم بالبحث أقوم بالانتقال لأن النتائج يمكنني أن أتصفحها لو أجبتني النتيجة ما يمكنني أن أدخل لها فأشاهدها في وضع ملأ الشاشة على هذا البرنامج يمكن الرجوع للصفحة السابقة طريقة الزطلة إشهب إذن إشهب للرجوع رجوع مرة أخرى هنا يتم الاحتفاظ بالبحث الذي قمت به يمكنني يحذفه من هنا برامج لمن له شاشة التليفزيون يشاهد بها فيديوهات وكذا أشياء فربما يكون مناسب له إذن نضغط على Alt F4 للخروج من البرنامج أنا أعتقد هذه كانت أهم البرامج التي أردت استعراضها سأضع أيضا رابط للدرس قائمة أو لائحة أهم مقابلات برامج ويندوز على لينيكس كي تتمكن من برامج بما أنها تعتمد على Ubuntu إذن بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس ونلتقي في درس قادم إن شاء الله إلى اللقاء